ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لعمار الساباطي والله يا عمار أما والله يا عمار لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها يعني أنت مضطهد وفي الوقت نفسه محافظ على دينك لأن كثير من الأحيان المضطهدون يتركون دينهم يشوف السلطة والمال والدنيا في جهة أخرى زيان؟ هو مقتدع بالحق لكن يشوف ما بيدنيا يترك الحق ويذهب إلى الدنيا هذا صحيح حصل دنيا أيام قليلة لكن عذابه الأخروي كثير لأنه ترك الحق وهو يعلم به فإذا الإنسان في دولة الظالمين وهو مضطهد تمسك بدينه حافظ على دينه وهو مع ذلك منتظر لأمر الحق لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم على هي يعني يستمر على إيمانه إلى حين موته مثل الآية تقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون المهم أنه حين وفاته شنو يكون يمكن واحد طول عمره كافر لكن في آخر حياته آمن هذا من أهل الجنة واحد طول حياته مسلم لكن في آخر حياته ارتد هذا من أهل النار المهم أنه كيف يموت الإنسان يموت مؤمنا أو يموت كافرا ولأن الإنسان لا يعلم متى يموت لذا لازم دائما عمله يكون صحيح لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دائما أنت تكون مسلم حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت بإسلام إسلام باللفظ وإسلام بالعمل وإسلام بالقلب لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله من كثير من شهداء بدر وأحد شهداء بدر وأحد لهم فضل كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى أطاعوا رسول الله وقتلوا في تلك المعركة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم بل أحياء عند ربهم يرزقون فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما عجرهم كبير جدا لكن المؤمن في الظروف الصعبة هس شهداء بدر وأحد السلطة في المدينة كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله هو الحاكم وأمر بالخروج إلى القتال لكن الذي في زمن دولة الظالمين ومو يوم يومين طول عمره وهو متمسك بدينه ويتمكن يترك الدين يذهب إلى الظالمين ويصير من أعوانهم وأنصارهم ويحصل له في الدنيا فانية لكن يتمسك بدينه فهذا عمله أصعب من عمل أولئك إلا كان أفضل عند الله من كثيرا مو من كلهم من كثيرا من شهداء بدر واحد فأبشروا موسيقى